عام دراسي جديد وإجراءات مقائية باشرت بها جامعة الكفيل في ظل جائحة كورونا بالاعتماد على التعليم المدمج الذي أقرته وزارة التعليم العالي من خلال إقامة محاضرات إلكترونية واعتمادها بشكل رئيسي للجانب النظر في الكليات الإنسانية أما الكليات العلمية فشارعت بعمل ورش تطبيقية ودروس عملية مع مراعاة الالتزام بالإجراءات اللازمة لحماية الطلبة بعدما أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العملية التعليمية بنظام التعليم المدمج للعام الدراسي 2020-2021 أعدت جامعة الكفيل خطة متكاملة للبدء بالتدريسات إذ أدخلت جميع التدريسيين السادة التدريسيين بدورات تطويرية لتطوير الأداء باستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام آليات التعليم المدمج وفق المعايير الحديثة وعلى غرار ما يعمل في الجامعات العالمية الرصين بيئة دراسية نموذجية تقدمها الجامعة لطلبتها بتوفير قاعات مدرجة ومجهزة بجميع الوسائل التقنية المعتمدة في الجامعات الدولية إلى جانب تهيئة المختبرات العلمية مع وجود طواقم تدريسية متخصصة فضلا عن إضافة مساحات خضراء كجزء ترفيهي لهم بدين العام الدراسي مال هاي السنة اللي هو عام استثنائي بسبب جائحة كورونا اللي يصيب العالم كلية ومن ضمن العراب دوام أونلاين المحاضرات النظرية والعمل يجينا نحن الكلية يوم واحد ندوم يوم تطبيقي حتى صير لنا ممارسة وأكثر نستفاد من المعدة لأن أكثر من التطبيقي أفضل مما يكون أونلاين يعني كمعدة عملية جامعة الكفيل صرح أكاديمي تسعى من خلاله العتبة العباسية المقدسة وضمن استراتيجيتها للمساهمة في الارتقاء بالواقع التعليمي في العراق من خلال تقديم كل السبل الممكنة التي تتميز بجودتها للطلبة لكونهم شريحة مهمة في المجتمع ولأنهم هم المستقبل للبلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر